وقد أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية على أن الوضع في سوريا بمثابة التحدي الأكبر أمام دول المنطقة حيث أن المشكلة تتعدد دولة ذاتها بتأثيراتها الإقليمية الكثيرة والخطيرة وأضاف معالي وزير الخارجية في كلمته اليوم خلال الجلسة العامة الأولى لحوار المنامة السياسة الأمريكية والأمن الإقليمي أن انتشار الجماعات الإرهابية ليست المشكلة الأهم في سوريا إذا ما قورنت بفقدان الوحدة بين السوريين أنفسهم وأشار معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة إلى أن السبب الأساسي فيما يحدث في سوريا هو الفراغ الذي حصل بعد عام 2011 فعملت الجماعات الإرهابية على ملء هذا الفراغ كما نرى في تنظيم داعش الإرهابية الذي استولى على مناطق معينة كانت بمثابة قواعد للانطلاق خارج حدود سوريا وقال معالي وزير الخارجية أن هناك قوى إقليمية أخرى سعت أيضا لملء الفراغ لبسط نفوذها على سوريا وهو ما نراه جليا في وجود الحرس الثوري الإيراني ومقاتلي حزب الله الإرهابي في سوريا وشدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة على أن الحل في سوريا يكمن في استرجاع الوحدة السورية بأسرع وقت ممكن وأن أول خطوة في هذا الاتجاه هي منح السوريين أملا في مستقبل بلادهم بأنهم سيكونون أداة لبناء هذا المستقبل ومشاركين فيه قائلا إن الطريقة المثلى للوصول لذلك الهدف هي الالتزام بمخرجات جنيف واحد وأن تعمل القوى الدولية الكبرى مع دول المنطقة لتشكيل سلطة انتقالية تحفظ مؤسسات الدولة والتضامن بين جميع فئات وأطياف الشعب السوري ويكون لهذا الهدف السياسي نفس الأولويات التي تعطى حاليا لمكافحة الإرهاب ولفت معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة إلى أن وجود تنظيم داعش الإرهابي في سوريا لا يجب أن يكون عائقا للتوصل إلى حل بل يجب أن يكون دافعا للتوصل إلى ذلك الحل السياسي وحول تنظيم داعش الإرهابي أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة عن أسفه من انتشار هذا التنظيم حتى وصل لدول مثل ليبيا ونيجيريا من خلال الإعلان عن ما يسمى ولايات من قبل منظمات إرهابية لها وجود في هذه الدول وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن قيام هذا التنظيم بعمليات إرهابية وتفجيرات استادفت المساجد في كل من المملكة العربية السعودية والكويت يضيح أن داعش لن تنتهي حتى لو تم القضاء على تواجدها في العراق وسوريا إضافة إلى أنها ليست التهديد الإرهابي الوحيد الذي نواجهه في المنطقة وأوضح معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أن إيران دأبت على تدريب إرهابيين وتمويلهم من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في البحرين واستغلال عدد من المواطنين وتدريبهم على كيفية صناعة العبوات الناسفة وتهريب الأسلحة فقد تم تهريب عدد من الأسلحة والمتفجرات مثل سيفور والألغام والبنادق كان مصدرها إيران إذ تم العثور على 439 عبوة ناسفة مشيرا معالي إلى استشهاد 16 شرطيا وإصابة الألاف نتيجة لهذه الأعمال مؤكدا معالي أن هذا الخطر لا يقل عن خطر تنظيم داعش الإرهابي وحول فرص تحسين العلاقات مع إيران أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أن هذا الأمر يتوقف على سلوك إيران ومدى التزامها بعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون المملكة قائل معالي أن هذا التقارب في العلاقات لن يتم في ظل وجود مسؤولين إيرانيين يتفخرون بسقوط أربع عواصم عربية للثورة الإسلامية الإيرانية وطالب معالي وزير الخارجية المجتمع الدولي بأن يولي موضوع وقف التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة نفس الأهمية التي أولاها لإبرام اتفاق مع إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي وحول تطورات الأوضاع في اليمن قال معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة إن دول مجلس التعاون جاهزة تماما لأن تواصل دورها الاستراتيجي لأجل استعالة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق والقضاء على الجماعات التي انقلبت على الشرعية وحاولت هدم مؤسسات الدولة ونقضت الوعود والتعهدات وأشاعة الفوضى والإرهاب وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن قرار التدخل في اليمن لم يكن أمرا سهلا وإنما كان الخيار الأخير وبعد استنفاذ جميع السبل الدبلوماسية والسياسية وأن هذا التدخل سينتهي فور تحقيق أمن وسلم لليمن دون أي إبطاء ولو للحظة وقال معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة لم نكن نستطيع أن نقف مكتفي الأيدي وهناك منظمة إرهابية مدعومة من حزب الله الإرهابي دون أن نتحرك لمواجهة الخطر المحدق باليمن الشقيق وبالجزيرة العربية وأكد معالي وزير الخارجية أن دول مجلس التعاون تعطي أهمية بالغة للوضع الإنساني في اليمن وهي ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني منوها معالي بجهود المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون وكذلك بالدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن ونشد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة المجتمع الدولي لتكثيف الجهود الإنسانية خاصة أن الباب مفتوح وميسر لأن الحضر مفروض فقط على الأسلحة التي تستخدم من قبل الجماعات الإنقلابية وأن العائقة الحقيقية لإرسال المساعدات الإنسانية هو جماعة الحوث المستمرة في القتال وترفض الهدوء ولا تسمح بدخول المساعدات ولا البضائع التجارية وبخصوص ما يجري في المسجد الأقصى من اعتداءات متواصلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقد حمل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة إسرائيل مسئولية ترد الوضع في الأراضي الفلسطينية نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وانتهاك القوانين الدولية التي تجرم المساس بالمقدسات الدينية وتؤكد على صونها وحمايتها واشدد معالي وزير الخارجية على رفض استهداف المسجد الأقصى مطالبا بتوفير الحماية الكافية للشعب الفلسطيني وبالحفاظ على المسجد الأقصى وفي الختام أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة التزام مملكة البحرين بالعمل مع الأشقاء والأصدقاء من أجل تعزيز الأمن والسلام واتخاذ ما يلزم لحفظ سلم المنطقة ترجمة نانسي قنقر